الا ترى ملايين من قبيل وملايين من هبيل الان? صحيح. تمام? سواه اخوه في النسب او اخوه في الذنب او اخوه في الدين او اخوه في الوطن او اخوه في الانسانية. احسن القصص قصة سيدنا يوسف تحمل الكثير والكثير من الاهداف والآيات والدروس والعبر. قصة الصراع بين الشهوة والعرفة والعصبة. قصة الصراع بين التغول في الاموال والحفاظ عليها. قصة الصراع بين حفظ الدولة وضيعها. قصة الصراع بين بناء البيت والحفاظ على الاخوة ونبد الشيطان وضيع كل الهيكل الاجتماعي. ترى ما المشابهة والمشاكلة بين قصة سيدنا يوسف وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومتى نزلت سورة يوسف تحديدا ولماذا نزلت في هذا التوفيق وكيف كان اثرها على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قبل سورة يوسف سورة هود. ما المشاكلة والمشابهة بين هذه القصة وتلك القصة وكيف نستقلص القروس والعبر في احسن القصص. شاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنابج أحسن القصص. نرحب بحضرتكم ومع مرحب الفضائفين الكريم صاحب فضيلا من العالم العلامة وفضائف الشيطان الدكتور أمر عبدالك. السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا. مرحب الله فيكم سيد الكريم. بارك الله فيك. إذا قلنا سيد الكريم نقف مع سيدنا يوسف كما وقفنا في اللقاء المنصرم على أبواب مصر. واسمح لي كابن لك أن نعود إلى القلف قليلا لنرى متى نزلت سورة يوسف على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا هذا التفكيح. مرحب الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. أسئلتك بفضل الله سبحانه وتعالى تغرس شجرة إجابات كثيرة وأغصان فكر سامقة وسامية وعميقة وليست القصة في القرآن هي مجرد حدوتة يتسلى الناس بها لا وإنما العجب فيها أن تقراها ألف مرة فيخرج لك ألف معنى فإذا قرأتها ألف مرة يخرج لك منها مليون معنى يعني لا يخلقوا على كثرة الرد وهذه عظمة القرآن وإعجازه إذا نظرنا إلى يعني متى نزلت سورة يوسف حدث في السنة السابعة من البعثة أن قاطعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم فدخلوا في الشعب انتهت المقاطعة بتمزيق الصحيفة في المحرم من السنة العاشرة للبعثة ثلاث سنوات كاملة سبحان الله وكان في هذا الشعب مع الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين برسول الله من المسلمين من بني جلدته وغير المؤمنين يعني سبحان الله من باب العصبية والنصرة سبحان الله ولكن لم يؤمنوا به ما عدا ما عدا أبو لهب لأن أم جميل أم جميل كانت قاسية عليه ها يعني كالهر يحكي صولة الأسد نعم صحيح نعم خرج من الشعب وجاءت وجاء الامتحان الأكبر في موت عمه أبي طالب وموت زوجه خديجة لعام الحزن خرج إلى الطائف ونحن نعلم ما الذي حدث له في الطائف صلى الله عليه وسلم ونزل عليه ملك الجبال وقال يعني دعهم عصر الله أن يخرج من أصلابهم ف في هذه الآونة كانت سورة يوسف وبيعته العقبة وبداية هجرة الصحابة إلى المدينة فهذه الآونة التي يعني الزمن الذي نزلت فيه والظروف التي نزلت فيها سورة يوسف كيف نبهب المشابهة بين الظروف التي كان فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والظروف التي كان فيها يعقوب وابنه سيدنا يوسف عليه السلام العجيب أن كرامة النسب في كلاهما عجيبة فالكريم بن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن عقوب ابن اسحاف ابن إبراهيم كما قلنا من قبل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فانا خيار من خيار من خيار سبحان الله يعني هذا هو الأمر أم يوسف تموت رحيل ماتت وهو صغير وأم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تموت وهو صغير بعد ست سنوات صغير بهذا المنطق طيب تبدأ قصة يوسف برؤية وظل النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر قبل نزول إقرأ يرى الرؤية تقع كفلق الصبح المشابهة بالاثنين حسد حسد إخوة يوسف يوسف وحسد أقارب سيدنا محمد محمدة نفس القضية سبحان الله سبحان الله تآمر إخوة يوسف على قتله بل شرعوا فيه وتآمر قوم سيدنا محمد وبني جلدته وعشيرته على قتله إلى أن نجاه الله يوم ليلة الهجرة بهذا المنطق بشر سيدنا يوسف ببشر من أبيه وكذلك يشتبيك ربك والمشريات كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنصره في النهاية المشاكلة واضحة والمقاربة والمشابهة واضحة بين النبيين الكريمين هذا أمر الأمر الثاني أنت قلت نحن وقفنا عند أن يعني ذهب يوسف من الجب إلى أن أخذته السيارة إلى أن ذهبنا إلى حافة أبواب مصر تمام 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 وكان الجب في أرض كانعان أرض كانعان وأرض كانعان هي في وسط فلسطين حفظ الله أهلها وسط فلسطين هي أدي أرض كانعان بس في نقطة أيضا المشابهة بين أرض كانعان وأرض مصر فيها مشابهة الحيث ماذا الحيث ماذا الصلاح اليعقوبي في الأسرة النبوية الكريمة هذه يبدو أن أهل الشام كانوا متقبلين هذا الصلاح بدرجة كبيرة يعني ما فيش مشاكل على يعقوب يعني لا يعانده قومه لا يناكروها إنما عارفين ده بيت نبوة هذا يعقوب يعني سبحان الله أبو إسحاق وجده إبراهيم فالبيت محفوظ في أرض كانعان بهذا المنطق تمام لم يكن في مصر ما يساوي هذا البيت هنا فرق يعني بيت نبوة في أرض كانعان لم يكن وإنما يعني قضية التوحيد كانت موجودة في أرض الشام في هذا الوقت قضية أرباب أرباب يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير نفس القضية يعني هنا شرك هنا توحيد هذه نقطة هذه نقطة النقطة الثانية الاستبات المشتركة بين المجتمعين المجتمع الشامي والمجتمع المصر عالم الرؤى عالم الرؤى كان يمثل في هذا الزمن ركيزة من ركائز إقامة سبل الحياة يعني الرؤى يراها يوسف وينصحه أبو ألا يخص هناك أيضا في مصر صاحب السجن يرى رؤية والملك يرى رؤية وكل رؤية لها تأويل وكل عالم الرؤى موجود ثم وجود الرقيق يعني مهما كان لونه في مصر أم في كنعان أم في كليهما في مصر يعني قضية الرق اللي في مصر سبحان الله في أرض كنعان في فئة صالحة وأكيد فئة غير ذلك السورة المصرية كانت لا يعني ليس فيها هذا نأتي إلى الشخصيات التي ذكرتها أو لمحت إليها سنة يوسف تجد الملك اللي هو الرقم واحد بعدين العزيز اللي هو نقول عليه الرئيس الوزراء أو في بلاد المغرب العرب الوزير الأول عزيز مصر فيه المؤذن أو المؤذن اللي هو العراب دي نادي وأذن مؤذنهم في العيرة انت أخينا انت وهو انت يا سيدي تمام فهذا شخصية شخصية مهمة وظيفة وظيفة وبعدين فيه الطباخ فيه الساقي فيه عمالة يعني كل شخصيات موجودة فيه حركة تجارة ثم لو رجعنا الى الخلف وبرضا تجد الوارد السيارة امرأة العزيز الشاهد النسوة الفتان اللي دخلوا السجن كل هذا لما تحلل شخصية هؤلاء وسبحان الله تضعهم في لوحة واحدة متناسقة شيء يكاد الانسان يقف مبهوتا لا يعرفه لا تفسيرا ولا غير ذلك يعني سبحان الله الوار مختلفة محمد والدي ان تقول ان قصة يوسف او سورة يوسف هي قصة اسرة وقصة رسالة وقصة رسول نفصل قبل بعض الشيء قصة اسرة اب امه متوفاه اثنى عشرة ولدا من الذكور انجبتهم اربعة من النسوة لانه هو زلفة الزوجة الاولى ليعقوب انجبت اثنين وبعدين لينا انجبت ستة على ما تذكر الكتب يعني راحين انجبت يوسف وبن يمين ثم بلها وكانت جاريتها انجبت اثنين فكذا انت عندك اثنى عشرة ذكرا من نسوة اربعة تمام طيب هذه يعني هذه الاسرة بالنساء بالانجاب اثنين عشرة ذكرا باب ملتاع على ولدي عندما فقدوا هذه قصة اسرة اجتماعية كيف يتعامل الاب مع هذه الاحداث بحيث انه لم يجابه ابنائه بما صنعوه مجابهة قوية وانما تعامل بمنطق الابوة يعني ابنه وقد فقده يعني سيدنا علي من اصيب بمصيبة فصبر كان له الاجر وقد نفض امر الله ومن اصيب بمصيبة فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفض امر الله فسبحان الله الصبر الصبر ولذلك يقول ابن عباس افضل ما عزيت به في موت ابي العباس عرابي دخل عليه قال اسبر نكم بك صابرين فانما صبر الرعية بعد صبر الراسي خير من العباس اجرك بعده والله خير منك للعباس تمام قدرت الامام عضرا يعني لماذا باعتقادك نزلت قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كاملة في سورة على بعضها البعض ان اعتبرها تفصيل لسورة هود مفصيلة لسورة هود لان المشابهة بين السورتين عجيب تكلمت سورة هود رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت وهذا بيت ممن رحمه رب العباد هذه البيت الاول بيت ابراهيم جده فاذا هذا هنا وهنا سبحان الله القضية ان في قصة هود في سورة هود ذكرت قصة نوح وابنه وهنا قصة يعقوب وابنه عشان احنا نتأسى ان حتى الانبياء قد يبتلى بولد صالح او بولد طالح يختبر يختبر بهذا فكأن هي امتداد لان ابن عباس يقول نزلت سورة يونس وثم سورة هود ثم سورة يوسف متتالية ونزل وعند ترتيب القرآن الترتيب التوقفي وضعت هكذا كما هي بترتيب النزولين لان كأن الاتيما واحدة الموضوع واحد سبحان الله فهنا تشابه كبير بين السورتين فنعتبر سورة يوسف هي تفصيل تام لسورة هود ولكن سورة يوسف تستطيع ان تقول ان تأخذ منها يأخذ منها عالم الاجتماع وعالم النفس وعالماء الانسنة الانتربولوجي وغيره سبحان الله وتأخذ منها التصرفات السلوكية وتصرفات التربوية وكيف ان الولد عندما ينشأ صالحا كيف يجابه المصائب بعد ذلك والشهوات والغرائز وكيف يوقفها عند حد العفة والشرف يعني اذا نحن يعني يجب كما نقول عندما نحفظ ابناءنا القرآن نحن لا نحفظهم القرآن القرآن يحفظهم اذا حفظوه بس القرآن يحفظهم اذا حفظوه نعم نعم اذا من اهم الدروس ولا يقول المستفادة او في توقيت نزول سورة يوسف على النبي عليه الصلاة والسلام كتسرية وتسرية لو لما هو فيه مظروف صعبة قاسية اولا ما اشبه الليلة بالبارة محمد والدي ليس في التاريخ صفحة جديدة ليس في التاريخ صفحة جديدة انما بتغيير اسماء واماكن فقط يعني اول الخرق قابل وهابيل الا ترى ملايين من قابل وملايين من هبيل الان صحيح تمام سواه اخوه في النسب او اخوه في الدم او اخوه في الدين او اخوه في الوطن او اخوه في الانسانية ما يقول لا اخوه ابونا واحد صح يعني ما الذي يصير حروبا تقتل ملايين البشر اخي اقتل اخوه ليه ليه ونأتي الى نبحث على جهاز تنفس باربعين الف دولار لا نجد لان الرؤوس النووية اكلت سبحان الله العظيم ثروات الامم سبحان الله اين ذهبت ثروات الامم سبحان الله فهنا قابيل وهريل سبحان الله الخير والشر سبحان الله كما ذكرت انت مرة يعافو الذئب ويأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا والله ان هذا المنظر رأيت امامي من من 30 سنة الله اكبر ولا انسى هذا المنظر عزك الله كلب كلب يجري خلف كلب وينبح عليه يريد كلاب ظل في الطريق تمام توقفت السيارات لكن سيارة دهمت احدهما وقف الكلب الاخر متقطئ الرأسة على جثة اخي ها هذا في عالم الكلب هذا امامي لا انسى هذا المنظر سبحان الله ما فيه سبحان الله يا مؤمن من صاحب العقل عزك الله الحمار ام الانسان الانسان حل هل سمعت في نشرة الاخبار ان حمارا عمل حادثة مع حمار في الطريق العام في حادثة في حادثة بين حمرين لكن الحادثة الحوادث بين من بين العقلاء بين لو ان حارة ضيقة يمر منها حماران متعاكسان لوقف احدهما للاخر حتى يمر لكن نحن نتوقف ونوقف الطريق وننزل ونتشاكس ونتشاكل ونحن ندعي الاسلام وربما يحدث هذا قبل غروب شمس ربضان يحدث ولا يحدث فاذا قابل وهبيل هي قصة التاريخ فقصة حسد اخوة يوسف لاخيهم الصغير وسبحان الله واتهام ابيهم انه يحب يوسف هذا الحب وانهم بيمنوا على ابيهم فيما بينهم يعني يعني نحن عصبة نحن الذين نأتي بالرزق نحن الذين نفلح الارض نحن الذين نرعى الثمرات نحن الذين نأتي بالمحصول نحن الذين ندخل المال الى البيت نحن الذين نعمل وهو لا يعمل هو ما زال صغيرا قصة الحسد وبالتالي انت ترى الان ابناء الفقير بعد موته سبحان الله لا تحدث بينهم مشاكل هيتشكسوا عليه ففيما يتحسدون اذا اولاد الغني هم اللي يحصل المشكلة الغني الذي ما ربى ابنائه على المحبة ما ربى ابنائه على الحب ما ربى ابنائه على الاستقام ما ربى ابنائه على الانثار لم يربي ابنائه على سبحان الله قيمة الاخوة ودرجتها لكن بالاسف قصة قبيل وهبيل وقصة يوسف هي قصة اسرة وقصة يعني رسول وقصة رسالة ودعوة نعم نعم بارك اللوكي اذا يعني وصلا بما سبق بهذا الشأن ايضا نتيجة هذا الحسد وجدت السيارة يوسف في البئر فاخدوه واسروا بضاعة وشروه بتمن بخص رهنة مع عدودة في مصر من الذي اشتراه في مصر وبما اوصى زوجة وحيان سيدنا يوسف وكيف توسم فيه الخير والرجال طيب فلا يعني اذا ان وصل يوسف الى ابواب مصر وبيع لهذا الذي اشتراه المخرج يقول لنا طالما وصلتم على بابهم استوقفوا قليلا حتى نرى ثم بعد ذلك نقوم إن شاء الله بإذن الله تعالى نحن نقرع باب مصر حتى يفتح لنا نتفق في اللقاء القادم بإذن الله تعالى هو مفتوحة ابوابها إن شاء الله بإذن الله تعالى سيدي الكريم لا استعدنوا في الدخول ليس إلا شكرا لك سيدي الكريم شادينا الكرام نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميع ضيفنا الكريم من صاحب الفضيلة العليا تعالى محمد الشيخ مساء الله عبدالك دكتور عمر عبد الكافي شكرا لك سيدي الكريم بارك الله فيك أهلا وسهلا هذا ضمننا لفضل جديد نستوضيعكم الله شكرا لكم والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام احسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين شكرا لكم